ولمعرفة آخر الأخبار التي تسبق مواجهة السينيغال وبوركينافاسو معنا مباشرة من عنابة الزميل علي جعفر علي مرحبا بك يبدو أن الإطارة ستكون كبيرة بملعب التسع عشر مايه بعنابة خاصة بالنسبة للمنتخب السينيغالي المرشح فوق العادة فيما يبدو أن منتخب بوركينافاسو سيعمل على تحقيق المفاجأة في هذه اللقاء علي جعفر توابل الإثارة ستكون حاضرة هنا بملعب التاسع عشر مايه بعنابة غدا صهرة غدا بحول الله الفريقان حضر جيدا لاته المواجهة المنتظرة أن تكون قوية ومثيرة منتخب السينيغال الذي بات مرشحا فوق العادة للتتويجي بلقب هذه النسخة للمرة الأولى في تاريخه حضر هنا حضر أمس في حصة أولى ويحذر فيها تلاثناء في حصة تدريبية أخيرة بملحق الملعب بعدما سبقه منتخب بوركينافاسو في حصة تدريبية أخيرة كذلك بنفس الملحق طبعا للحفاظ على حالة إرضية الميدان بقرار من لجنة التنظيم السينيغال سحب إثني عشر هدفا يطمح لمواصلة عروضه المميزة والاستثنائية لبلوغي النهائي للمرة الأولى في تاريخه وذلك ما أكده المدرب سينينسان ليوديا في ندواته الصحفية صباح اليوم قال إن فريقه يستهدف الذهاب بعيدا وتتويج باللقب للمرة الأولى ويحذو حذو المنتخبات مختلف الفئات بالنسبة لمنتخب السينيغال التي توجت بداية بالمنتخب الأول ثم المنتخب المحلي وصولا إلى منتخب أقل من عشرين سنة لمشارك في المونديال بالأرجنتين على كل منتخب بوركينفاسو كذلك بقيادة مدربه اللعب السابق إبراهيم طراوري حذر بالجدية اللازمة وهو يملك أفضلية معرفة معالم الملعب حيث لعب ثلاث مباريات سابقة أطاح بالكاميرون حامل اللقب أطاح بنيجيريا ساحبة خمسة تتويجات مونديالية ويسعى للإطاحة بأفضل منتخب في هذه الدورة منتخب السينيغال فقط بلال أشير هنا من المنتخبان التقيا سنة 2011 حينما توجب منتخب بوركينفاسو في الاسف النهائي وفازت الخيول البوركينبية نعم شكرا شكرا جزيلا لك علي جعفر كنت معنا مباشرة من مدينة عنابة